أسهل طريقة في رد الشبه أي شبه تأتيك إش تسمع لا تسمع لها وتقولها عن الشبه وأنت من الذين سمى الله لنا أنت واضح عندنا تتبع المتشابه لا نسمع لك قال عندي أدلة من الكتاب والسنة هو هذا من الباطل نعم نقول لا نسمع عندنا أدلة محكمة بين واضحة عندنا القرآن من العلماء يقول حتى سورة الفاتحة فيها إشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أي أهدنا الصراط المستقيم صراط من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أبو بكر رضي الله عنه الثاني السنة كثير في السنة مواضع في السنة في الإخطار المتقدين أو صلاة المتقيم أدلاء محمد صلاة الله عني صلاط اللي؛ أميرا قلا تلك المتحدة عندنا فحمة الصلاة محمد صلاة الله عليهم يعني الصلاة المتحدة من جميع المتقدين أو قبل وأنا وجميع المتحدة يعني بحث موجات أبو بكر جزيكوا من البيان كانت عائشة رضي الله عنها لا تريد أن يتقدم أبو بكر رضي الله عنه في الصلاة وقال يأبى الله نبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتقدم أبو بكر رضي الله عنه أجمعت الأمة على خلافة أبو بكر رضي الله عنه هؤلاء يقولوا أن علي رضي الله عنه إمام عندهم علي رضي الله عنه كان يشهد بهاد خلافة أبو بكر وعمر وعزمان أل البيت كل أل البيت يشهدوا بهاد ما الفائدة الآن من البحث في هذا ما الفائدة الفائدة أراد تفريق المسلمين تكفيرها للإسلام أمرنا الله بماذا ربنا بفلنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا قلنا للذين آمنوا هم قالوا لا إجعل غل حق حسن ساب وشته نعم نعم